أحد الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى إلى بني إسرائيل وكانت بعثته بعد نبي الله منسى عليه الصلاة والسلام بزمن يسير وقيل إنه بعد يوشع بن نون وحزقيل بن بوذي الملقب بابن العجوز ألا وهو نبي الله إلياس عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام قيل إن إلياس عليه السلام كان على شكل موسى عليه السلام وكان قويا مثل ما كان موسى أيضا فهو يرجع نسبه إلى هارون بن عمران أخي موسى عليه الصلاة والسلام وقيل إنه كان محبوبا لدى بني إسرائيل وورد بأن نبي الله إلياس عليه السلام قد رفعه الله تعالى وقد جاء من بعده النبي إلياس عليه السلام نبي الله إلياس عليه الصلاة والسلام هو إلياس بن ياسين من ولد هارون أخي النبي موسى عليه الصلاة والسلام ويعرف إلياس عند اليهود في كتبهم باسم إليا في حين ينطق العرب اسمه بألفاظ عدة منها إلياسين أو ياسين وآلياسين كما جاء في قول الله تعالى في سورة الصافات سلام على إلياسين وقيل في نسبه أيضا أنه إلياس النشبي وقيل إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العزار بن هارون وقيل إلياس بن العزار بن هارون بن عمران وكان نبي الله إلياس عليه السلام كباقي الأنبياء الذين كانوا يحترفون مهنة ويعملون بها ومما روي في مهنة إلياس وعمله عليه السلام أنه كان نستاجا وقد أرسل إلياس عليه السلام إلى أهل بعلبك غربي دمشق فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن يتركوا عبادة صنم كانوا يسمونه بعل فآذوا النبي الله إلياس وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو عم اليسع قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين فعندما أرسل الله جل وعلا إلياس عليه السلام إلى بني إسرائيل كانوا في فساد عظيم وكانوا لا يعبدون الله تعالى بل يعبدون الأصنام والأوثان وتعلقت قلوبهم بالماديات وتركوا الروحانيات فدعاهم إلياس عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له فأرادوا منه شيئا ماديا محسوسا ليصدقوه ويؤمنوا به وهي المعجزات الخارقة للعادة فأيده الله تعالى بمعجزات كثيرة وبعد أن أظهر ما لديه من معجزات وآيات باهرات قابله قومه بالرفض فصاح فيهم ذات مرة صيحة شديدة جدا كرهوه لأجلها وحقدوا عليه وهموا بالتخطيط لقتله وفر منهم النبي إلياس عليه السلام وقاموا باللحاق به ومما جاء في الروايات أنه قد انشق له جبل بقي به حتى بلغ الأربعين من عمره وبعثه الله تعالى حينها لدعوة الملوك الجبابرة وقيل إن دعوة إلياس عليه السلام قد امتد أثرها إلى سبعين مدينة وقد أجر الله سبحانه وتعالى على يد إلياس معجزات كثيرة منها إحياء عدد من الموتة وأمره للنار بألا تحرق امرأة الملك التي رماها الملك في النار بسبب إيمانها بدعوة إلياس عليه السلام ومن معجزاته حبس المطر عن قومه مدة لما أصروا على كفرهم وعنادهم ومن معجزاته أيضا إنزال المطر بعد أن آمن ووحد الله تعالى ومن الروايات المذكورة في قصة نبي الله إلياس عليه السلام ما قاله ابن الأثير رحمه الله في كتابه الكامل في التاريخ أنه لما توفي حزقيل عليه السلام كثرت الأحداث في بني إسرائيل وتركوا عهد الله وعبد الأوثان فبعث الله عز وجل إليهم إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران نبيا وكان الأنبياء في بني إسرائيل بعد موسى بن عمران يبعثون بتجديد ما نسوا من التوراه وكان إلياس مع ملك من ملوكهم يقال له أخاب وكان يسمع منه ويصدقه وكان يسمع منه ويصدقه وكان إلياس يقيم له أمره وكان بن إسرائيل قد اتخذوا صنم من يعبدونه يقال له بعل فجعل إلياس يدعوهم إلى الله تعالى وحده ثم هم لا يسمعون إلا من ذلك الملك وكان ملوك بني إسرائيل متفرقين كل ملك قد تغلب على ناحية يأكلها ويحكمها فقال ذلك الملك الذي كان إلياس معه والله ما أرى الذي تدعو إليه إلا باطلا لأني أرى فلانا وفلانا يعد ملوك بني إسرائيل أراهم قد عبدوا الأوثان فلم يضرهم ذلك شيئا وأراهم يأكلون ويشربون ويتمتعون وما ينقص ذلك من دنياهم وما نرى لنا عليهم من فضل ففارقه إلياس وهو يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون فانتكس هذا الملك وعبد الأوثان أيضا وكان للملك جار صالح مؤمن يكتم إيمانه وكان له بستان إلى جانب دار الملك والملك يحسن جواره وللملك زوجة عظيمة الشر والكفر فقالت لزوجها ليأخذ بستان الرجل فلم يفعل فكانت هذه المرأة تخلف زوجها إذا سار عن بلده وتظهر للناس فغاب هذا الملك مرة فوضعت امرأته على صاحب البستان من شهد عليه أنه سب الملك فقتلته وأخذت بستانه فلما عاد الملك غضب من ذلك واستعظمه وأنكره فقالت فات أمره فأوحى الله عز وجل إلى إلياس عليه السلام يأمره أن يقول للملك وامرأته أن يرد البستان على ورثة صاحبه فإن لم يفعل غضب عليهما وأهلكهما في البستان ولم يتمتع به إلا قليلا فأخبرهما إلياس بذلك فلم يرجع إلى الحق فلما رأى إلياس أن بني إسرائيل قد أبوا إلا الكفر والظلم دعا عليهم فأمسك الله عز وجل عنهم المطر ثلاث سنين فهلكت الماشية والطيور والهوام والشجر وجهد الناس جهدا شديدا واستخفى إلياس خوفا من بني إسرائيل فكان يأتيه رزقه ثم إنه أوى ليلة إلى امرأة من بني إسرائيل لها ابن يقال له إلياسع ابن أخطوب وكان به ضر شديد فدعا إلياس له فعوفي من الضر الذي كان به واتبع اليسع إلياس وكان معه وصاحبه وصدقه وكان إلياس عليه السلام قد كبر فأوحى الله عز وجل إليه أنك قد أهلكت كثيرا من الخلق من البهائم والدواب والطير وغيرها ولم يعص سوى بني إسرائيل فقال إلياس أي رب دعني أكن أنا الذي أدعو لهم وأبتهج بالفرج لعلهم يرجعون فجاء إلياس إليهم وقال لهم إنكم قد هلكتم وهلكت الدواب بخطاياكم فإن أحببتم أن تعلموا أن الله عز وجل ساخط عليكم بفعلكم وأن الذي أدعوكم إليه هو الحق فاخرجوا بأصنامكم وادعوها فإن استجابت لكم فذلك الحق كما تقولون وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل فنزعتم ودعوت الله عز وجل ففرج عنكم قالوا أنصفت فخرجوا بأصنامهم فدعوها فلم يستجب لهم ولم يفرج عنهم فقالوا لإلياس إنا قد هلكنا فدعا لهم بالفرج وأن يسقوا فخرجت سحابة مثل الترس وعظمت وهم ينظرون ثم أرسل الله عز وجل منها المطر فحيت بلادهم وفرج الله عنهم ما كانوا فيه من البلاء فلم ينزعوا ولم يراجعوا الحق فلما رأى إلياس سأل الله عز وجل أن يقبضه فيريحه منهم وسلط الله عز وجل على الملك وقومه عدوا فظفر بهم وقتل الملك وزوجته بذلك البستان وألقاهما فيه حتى بليت لحومهما وعن وهب بن منبه وغيره أنه لما إلياس دعا ربه عز وجل أن يقبضه إليه لما كذبوه آذوه جاءته دابة اللون النار فركبها إلياس وجعل الله عز وجل له ريشا وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وصار ملكا بشريا سماويا أرضيا ثم أوصى من بعده إلى النبي اليسع عليه السلام لكن مشاهدين في هذا نظر وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب بل الظاهر أن صحتها بعيدة والله أعلم وقيل إن إلياس عليه السلام أقام هاربا من قومه في كهف جبل عشرين ليلة أو أربعين ليلة تأتيه الغربان برزقه ويعتقد أن الكهف الذي اختبأ فيه النبي إلياس يقع الآن في داخل جبل يسمى جبل إيليا أي إلياس في محافظة عجلون بالأردن وهو مكان مقدس لليهود والنصارى وعن كعب الأحبار أنه قال إن إلياس اختفى من ملك قومه في غار لعشر سنين حتى أهلك الله عز وجل الملك وولى غيره فذهب إليه إلياس فعرض عليه الإسلام فأسلم وأسلم من قومه خلق عظيم غير عشرة آلاف منهم فأمر بهم فقتلوا عن آخرهم فلما توفي إلياس عليه السلام أو حله تعالى إلى أحد الأنبياء واسمه اليسع عليه السلام ليقوم في بني إسرائيل فيدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار وأرجح الآراء أن إلياس هو النبي المسمى إيليا في التوراة ويذكر أنه أقام من الموت إنسانا كمعجزة بقدرة الله تبارك وتعالى وإذنه هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين